بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شحن نزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها قاضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم مورضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يتهزئون أولم يروا إلى الحرج كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اكتل قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهما لي ذنب فأخاف أن يقشلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقول آه إنا رسول رب العالمين أن أرسل معلى بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت قانتة التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعدتها إذا وأنا من الضارين فقررت منكم لما قفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن استخدت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جفتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى صاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تخمون قالوا أرجه وأطاه وبعث في المدائن خاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة الميقات يوم من معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نستبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفذعون أإن لنا لأجرا إن كنا نقل الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فعلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أعصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى ومارود قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأخطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبود إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا قطايانا أن كنا أولا مؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاكرين إن هؤلاء لكرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع الحاذرون فأخرجناهم من جنات وعيود وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأدفعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمجركون قال كلا إن معي ربي سيحزين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصات البخرة فنقف كان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لعاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلنا عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضعون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعنون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهزين والذي هو يطعمني ويسحين وإذا مرزت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي قطيئتي يوم الدين رب أبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من مرثة جنة معيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تصدني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمستقين وبردت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله ألينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود ابنيس أجمعون قالوا وهم فيها يختصون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شابعين ولا صديق الحميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تستكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنت يا نوح لتكونن من المرجوعين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليني من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تقنجون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وغيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا قلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت تمود المرسلين إذ قال لهم أقوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونطل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم محلوم ولا تمسوها بشوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مكمين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أقوهم لوطن أنا فاتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأحون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي العنوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك نهاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أو كل كين ولا تكونوا من المخسرين واذنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مخسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إنا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يقل لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا أنزرون ذكرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوما الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنزل عشيرتك الأقربين وفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرت فقل إني بريء مما تعملون وتوتل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وتيعلم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون ترجمة نانسي قنقر